تعال اقول لك ازاي تاخد انترنت ومكالمات ببلاش من شركة الاتصالات على موبايلة الشركات بتبقى عامل عروض مش مولانة ومش ظهر عشان لكل الناس عرفتها يا شركة هتفلس فانا بقى جاي اقول لك انت على العروض دي ما تقولش الحد لو انت فضفونه على نظام فليكس فا اوعى الجدد الباقا الا لما اتصل بنجمة 352 شباك وتختار عروض الباقات هتلاقي بي خيارك بين خيارين ام انه تاخد داعف الباقا بنفس السهر او تاخد الباقات اللى بعدها بنفس السهر برضو طب لو انت هستاخذ نفس باقتك بنفس وحداتك ولكن بسهر عليقل اعمل نفسك هتشتركiels على الباقات اللى منها واضحة الق克 خيرقة اللى منها هتلاقي بي اقولا خاليك نفس باقتك بسهر عليقل ان تقولش الحد بنفس الكودي بقى لو دخلت على العروض اليومية فهتلاقي عندك عروض قوية جدا ببديك كثير من الباقات بتدعك لك وهو أدئي أكثر مقارنة بالوحدات أو إنترنت أكثر مقارنة بالوحدات لو أنت محتاجهم لو دخلت على العروض النت هتلاقي بي خارج أنت تاخد ضعف الباقة بنفس السعر أو نفس الباقة بنفس السعر ما تنساش تخش على العروض الشاحن عشان لو شحنت بأكثر من 150 جنيه هتاخد ألف وحدة ما تنساش تشحن بفودافون كاش عشان تاخد برضو إنترنت زيادة ببلاش لو عايزين فيديو زيادة البقية الشركات اكتبوا لي في الكوينتات ما تنسوش بقى اللايك والفولو أو السبسكرايب الجمال بتاعكو علشان يوصلكو حاجات جاية أجمد مما تتوقعها